تشهد قرية سفاية باعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة ألمينيا أعمال توصيل الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف 47 قرية داخل مركز أبو قرقاص للمزيد مشاهدين نضم إلينا من ألمينيا زميل محمد النادي مراسل أكسانيوز محمد رحبك معنا في هذه الجولة الإخبارية بداية بعد التحية كيف يسير هذه العملية أو تسير هذه العملية في محافظة ألمينيا مزيد من التفاصيل تحياتي ليكي ولكل مشاهدين في كل مكان ضمن جولتنا اليوم داخل قرى حياة كريمة لرصد تنفيذ أعمال المشروعات المختلفة سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة أو في مجال الصرف الصحي أو في مجال المشروعات الخدمية كإنشاء مجمعات خدمية وغيرها نحن هنا الآن داخل قرية سفاي التبع لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة ألمينيا وهذه القرية ضمن 47 قرية داخل مركز أبو قرقاص استهدفتها جميعها مبادرة حياة كريمة بإنشاء مشروعات مختلفة من توصيل صرف الصحي أو توسعة مدارس أو إنشاء مدارس جديدة أو إنشاء مجمعات لقضاء بصالح المواطنين مبادرة حياة كريمة تستهدف هنا في محافظة ألمينيا 192 قرية ب757 تابع داخل خمس مراكز كمرحلة أولى وهذه المراكز هي مركزي العدوى ومغاغة شمال محافظة ألمينيا ثم مراكز أبو قرقاص وملو ودير مواس أقصى جنوب محافظة ألمينيا بتكلفة بلغت قدرها 23 مليار جنيه قطاع الصحة في محافظة ألمينيا له نصيب الأسد حيث يتم تنفيذ أعمال إنشاء 181 مشروع في قطاع الصحة بتكلفة إجمالها 3 مليارات جنيه وأيضا أعمال مياه الشرب يتم تنفيذ 219 مشروع مياه الشرب بتكلفة نحو نصف مليار جنيه أيضا ألواء أسامة القادم محافظة ألمينيا عكد في عدة تصرحات أنه تم توفير 90% من الأراضي التي تحتاجها المبادرة لإنشاء محطات رفع صرف صحي حديث أكثر عن مبادرة حياة كريمة وتنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل قرية سافي التبع لمركز أبو قرقاص أو داخل 47 قرية هنا في مركز أبو قرقاص معنا الأحمد العمدة المنصق العام لمبادرة حياة كريمة هيطلعنا ويحدثنا أكثر تفصيلا سوز أحمد العمدة أهلا بك معنا أعوزين نعرف أكثر إيه اللي بيتم هنا داخل قرية سافي بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير على حضرتك مساء الخير على أستاذ المشاهدين نحن في قرية سافي حاليا نفنم عندنا أكثر من مشروع حاليا تقريبا تمام مشروعات ستتم في هذه القرية التي يبلغ تعدادها تقريبا في حدود 20 ألف نسمة تتنوع هذه المشروعات ما بين رصف الطرق وما بين إنشاء مدرسة ابتدائي بعد 48 فاص مدرسة كبيرة جدا للابتدائي كذلك أيضا سيتم مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصئي وأيضا سيتم مد الغاز بعد انتهاء مشروع الصرف الصئي نحن النهاردة في مشروع الصرف الصئي يا فندم الشبكات باقي فقط على انتهاء حوالي 20% من أطول الشبكات في القرية بعدها تكون القرية بإذن الله مقدومة بالكامل بالصرف الصحي وبعدها يمكن إدخال الغاز وغيره من الخدمات أيضا هناك العديد من المشروعات التي ستفيد منها قرية سفاي من خلال القرية الأم قرية إتليدم قرية المجلس القروي التابعة له قرية سفاي حيث تستفيد من مجمع الخدمات الحكومية بما فيه من شهر عقاري وسجل مدني ومكتب تموين وأيضا مركز تكنولوجي وغير ذلك من الأشياء التي اجتملها المجمع وكذلك أيضا سيتم تطوير الوحدة الصحية بسفاي وتستفيد أيضا من الوحدة الصحية الخاصة بقرية إتليدم التي سيتم تطويرها طبقا لنظام التأمين الشامل لتصيير مركزا طبيا وأخيرا أيضا هناك رصف لعدد من الطرق وغير ذلك من المشروعات بإذن الله أستاذ أحمد يمكن أنا أقتبس من كلامك أنت أولتي متبقر فقط على إنهاء المشروعات داخل القرية سفاي 20% في مشروع الصرف الصحي فهذا يندل يدول عنجاز كبير في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة عاوز أعرف أي برضو هنا من ضمن 47 قرية أي أقصر مشروعات التي اقتربت على الانتهاء منها هناك العديد من المشروعات زي مشروع الصرف الصحي في إتليدم ومشروعات أخرى في الكثير من القرى في جريس وغيرها وبني عبيد هناك عمل في مدرسة اللي هو فاروق طاق الصينوية وغيرها من المدارس هناك عمل في شتى الأصعيدة وفي شتى المجالات في شتى القطاعات في حوالي 16 قطاع بتعمل فيهم المبادرة في مدينة أبو قرقاص مدينة أبو قرقاص فيها 545 مشروع سيتم من خلال المبادرة بتكلفة تصل إلى 6.5 مليار جنيه هذه التكلفة تمثل ميزانية أبو قرقاص في سنوات عديدة سيتم صرفها في هذه المرحلة بإذن الله حتى نخرج من هذه المرحلة وريف مدينة أبو قرقاص بالكامل في 47 قرية يعني ينعمون بهذه الخدمات الكبيرة جدا يمكن أستاذ أحمد تأكدت أني 47 قرية هنا في مركز أبو قرقاص على موعد مع حياة كريمة شكرا أستاذ أحمد يمكن أعزائي المشاهدين كما أوضح منصك حياة كريمة هنا في محافظة مينيا أعمال كثيرة في مركز أبو قرقاص من إنشاء مشروعات خدمية أو تعليمية أو مشروعات صرف صحي أشكرك زميل محمد النادي مراسل إكترا نيوز على هذا الرصد شكرا أيضا موصول لضيفك العزيز أستاذ أحمد العمدة المنصق العام لمبادرة حياة كريمة